اهلا بكم متابعي القناة في هذا الفيديو التعليمي الجديد للغة الإنجليزية فيديو اليوم موجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط وراح نشوف فيه أمثلة عن وضعيات إدماجية خاصة بالفصل الثاني الوضعيات لا راح نشوفهم اليوم تخص الوحدتين الثانية والثالثة بلا ما نطول عليكم يالله نبدأوا الفيديو التعليم مع بعض وكلا عادة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك ومتابعة القناة and let's begin The first situation of integration الوضعية رقم واحد Your friend Peter wants to know more about you and your family Write him a letter and tell him about you and your family members Name, age, and job صديقك Peter يريد أن يعرف المزيد عنك وعن عائلتك أكتب له رسالة وقل له المزيد عنك وعن أفراد أسرتك الإسم, العمر, والمهنة هذه الوضعيات تخص الوحدة رقم اثنان Sequence 2 Me and my family أنا وعائلتي اللي تقرأوا فيها عن أفراد العائلة Family members And also occupations or jobs يعني الميهن أو العمل وكملاحظة هذه الكلمتين هنا Occupation and job هم عبارة عن كلمتين مترادفتين إذن إلصبتهم في cash text ودمون دولكم المرادف Occupation المرادف انتحها or the synonym هو job كمراجعة خفيفة قبل بداية الحل نشوفوا أفراد العائلة ونشوفوا the family tree شجرات العائلة نشوفوا يعني من الفرد الكبير في الأسرة إلى أصغر فرد في الأسرة We have Grandfather Grandmother Father Mother Uncle Aunt Brother Sister Cousin أفراد الأسرة بالإنجليزية هادو هوم والشرح باللغة العربية ره مكتوب أمامكم هادا كان تذكير باسط وكتذكير لبعض الميهن اللي رايحين تشوفوهم أو اللي داجا شفتوهم We have Teacher Doctor Nurse Farmer Architect Employee Carpenter Electrician Mechanic Lawyer Stay at home Mom إذن كانوا هادو بعض الأمثلة نتعب بعض الميهن وإلا كاش واحد فيكم المهنة على الأب أو الأم انتعها مراش مذكورة هنا يقدر يكتبها في لي كومنتر ونجاوبوه عليها تم إذن في هذه الوحدة قريتوا كل ما يتعلق بأفراد الأسرة قريتوا كذلك بعض الميهن وراكم قاريين الأرقام من صفر حتى المئة إذن في رسالة قصيرة تكتبوها للصديق نتعكم بيتر رايحين تعرفوا أفراد الأسرة نتعكم بالإضافة لأنفسكم وتقريبا كل اللجومة اللي رايحين قاريينهم في الدروس يعني خلال الفقرة وش رايحين تديروا رايحين تديروا فاقة الدمج لكل الأشياء اللي قريتوهم في هذه الوحدة رقم اثنان تبعوا معي الفقرة اللي رايحين موجودها لكم أول حاجة تبدو بها في هذه الفقرة هي تعرفوا بأنفسكم من تومة وهذا قريتوه خلال الوحدة رقم واحد أنا هنا رايحين يمدلكم ميتال تعتلميد اسمها أحمد عمر عشر سنوات يقطن في مدينة الجزائر العاصمة ويدرس في متوسطة الأمير عبدالقادر أهلا اسمي أحمد عمري عشر سنوات أنا من الجزائر وأعيش في مدينة الجزائر العاصمة أنا تلميد في متوسطة الأمير عبدالقادر وراكم تلاحظوا باللي كتبت كلمة هالو أهلا وحدها ومراها فاصلة في أول سطر هذه هي الطريقة انتع كتابة الرسائل ديما تكتبوا كلمة هالو هي الأولى وتقدروا كذلك تكتبوا دير بيتر اللي نقصدوا بها عزيزي بيتر ولكن معلش انتم كتلامية السنة أولى متوسط اكتفي فقط بكتابة هالو اللي تعني أهلا واللي كامل تفهمها وتعرفوها إذن هاد الأسطر اللي كتبناهم ركم داجة تعرفوهم وتعلمتوهم من قبل دروك ننتقلو نحكيو عن أفراد العائلة نتاعك لأنه هذا هو الهدف انتحاد الوحدة أنك تعرف بالعائلة نتاعك تقدروا تبدأوا بهذا الجملة مثلا لدي عائلة رائعة والآن تبدأ تعرف العائلة نتاعك فرد فرد ونبدأوا بالأب عمره 47 سنة شفتو في هاد الزجومل عرفت بالأب وبالاسم نتاعه بالمهنة نتاعه واش حال عنده من عام وانتم بنفس الطريقة تقدروا تعرفو بالأب نتاعكم تكتبوا my father تديروا الاسم نتاعه is وتتذكروا لمهنة نتاعه ليه الأب نتاعه طبيب يكتب doctor تاجر يكتب merchant he is هنا رأى كاتب هو 47 لأنه الأب نتاعه في عمره 47 سنة وانتم كل واحد يكتب السنة نتاعه لأب نتاعه نواصلو my mother is a nurse أمي نورا هي ممردة she is 40 years old عمرها 40 سنة هنا يعرفنا بالأم بالعمل ننتحها وبالسن ننتحها بنفس الطريقة اللي قمنا بيها مع الأب وانتم بنفس الطريقة تعرفوا بالأم ما هاتنتعكم تكتبوا my mother تتذكروا الاسم نتاحها is وتكتبوا الوظيفة نتاحها كما هنا هو الأم نتاعه ممردة كتب النرس she is تتذكروا السن تاع الأم نتاعكم وتكملوا years old بعد ما عرفنا الأم والأب ننتقلوا الآن ونعرفوا بقية أفراد الأسرة أحمد عندها أخ واحد وأختين اثناتين شوفوا الجملة اللي اكتبها I have one brother and two sisters لدي أخ واحد وأختين اثناتين بدا with the personal pronoun I اللي تعني أنا we have the verb to have in the present simple have and the verb to be هادو زوج أفعال في اللغة الإنجليزية من أكثر الأفعال استخداماً لذلك ننصحكم باش تعقلوا عليهم مليح مليح لأنكم تحتاجوهم ديما كي تكتبوا I have تذكروا الآن الإخوة والأخوات اللي عندكم اللي عندها أخ واحد وأختين اثناتين يكتب بنفس الطريقة اللي يكتبها أحمد اللي عندها أخ واحد وأخت واحدة يكتب I have one brother and one sister اللي عنده زوج إخوة وأخت واحدة يكتب I have two brothers and one sister واللي ما عندهش كامل لا إخوة ولا أخوات يعني هو واحد لعائلة ما يكتبش كامل هادو الجملة كجملة إضافية أحمد عندها قطة آليفة في البيت زادها في الآخر وكتب I have a bad cat called Roxy لدي قطة آليفة اسمها Roxy وفي الآخر كامل وهذه ينصب كامل التلاميذ اللي عندي تقريبا كاتبينها يكتبوا هادو العبارة أو هادو السؤال What about you? ماذا عنك أنت? وهي عبارة مقبولة يقدروا يكتبوها في آخر الرسائل انتحهم يعني أنا عرفتك بنفسي عرفني انتك ذلك بنفسك وهذا كان حل الوضعية رقم واحد نتمنى أنكم تكونوا فهمتوه ويكون الشرح باسط وكامل هادو الجمل اللي استخدمناهم الآن هي عبارة عن جمل شفتوهم خلال الدروس انتواعكم أي الأستاذ ما رحش يطلب منك تكتب له فقرة عن أشياء اللي مازال ما شفتهم رايح يطلب منكم تكتبوا فقرة بالأشياء اللي راكم شايفينهم خلال الدروس انتواعكم لذلك إذا راجعتوا الدروس انتواعكم ممليح رايحين تقدروا تجاوبوا بكل سهولة في الوضعيات الإدماجية ماشي شرط يمدلك تكتب فقرة يقدر يمدلك ترتب جمل كما هاد الوضعية ويقدر كذلك يمدلك فقرة مكتوبة وفيها بعض الفراغات ويمدلك الكلمات وانت تملأ هادوك الفراغات نقرأوا الجمل اللي راكم عندنا I have my breakfast أتناول فطوري I wake up at 7 a.m أستيقض على السابعة صباحا I go to school at 8 a.m أذهب إلى المدرسة على الثامنة صباحا Then I brush my teeth بعد ذلك أنظف أسناني I go to sleep at 10.30 p.m أذهب إلى النوم على العاشرة وثلاثون دقيقة ليلا After school I watch TV بعد المدرسة أشاهد التلفاز I do my homework أقوم بواجباتي المنزلية هادوهما الجمل اللي اعطاه لكم باش ترتبوهم هادو الوضعية تتعلق بالوحدة رقم 3 Me and my daily activities أنا وروتيني اليومي يعني أنا والأشياء اللي نقوم بها يوميا فهادوحدة راح نتقرأوا مجموعة من الدروس من بينيها Daily activities أي تقرأوا جمل تتعلق بالأشياء اللي تديروها يوميا وتقرأوا كذلك How to tell time يعني كيفاش نقوله للوقت باللغة الإنجليزية الجمل كامل اللي مدهم منه باش رتبوهم هم عبارة عن أشياء تقوموا بها يوميا كتلاميذ نبدأ وحنا نرتبو فيهم باش نشكلوا فقرة قصيرة Everyday يوميا واش هي الحاجة اللولة اللي تديروها أول حاجة واللي كانت عبارة عن جملة من الدهانة I wake up at 7 a.m أستيقض على السابعة صباحا وهذا صحح نبدأ ونهارنا كن نوضو كن فيقو من الرقاب I have my breakfast أتناول فطوري Then I brush my teeth بعد ذلك أخسيله أسناني أو أنظفه أسناني I go to school at 8 a.m على الثمانية الصباح لازم نكونوا في المدرسة بعد المدرسة After school I watch TV بعد المدرسة نشاهدو التلفاز بعد ما نشاهدو التلفاز بعض الشيء واسم نديرو نديرو واجباتنا المنزلية I do my homework وآخر حاجة في اليوم هي نخلدو للنوم So I go to sleep at 10.30 p.m وهكذا تحصلنا على هذه الفقرة القصيرة وكامل هذا الجمل رايحين تشوفوهم خلال الدروسة انتعكم يعني كما قلت لكم الأستاذ انتعكم ما راحش يمدلكم تكتبو عن فقرة عمركم ما شفتوها وإنما يمدلكم فقرة أو وضعية إدماجية عن الأشياء اللي درستوهم في القسم انتعكم كان هذا هو حل الوضعية الثانية والآخرة في الفيديو تعل يوم نتمنى انها تكون كذلك مفهومة وبهذا نكونوا كمننا الفيديو تعل يوم ما بقى لغير نقول لكم شكرا على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا على قناة